كلما يشد الحبل المتوتر بين أمريكا وإيران تزداد عقدته في العراق تشابكا خصوصا مع وجود سلطة أو شبه حكومة عجزة عن إيجاد مكان لها في المعسكرين فتقفز من المركب الأمريكي مرة وتلحق به مرة أخرى جدلية الاحتلال العسكري الأمريكي في العراق والذي يسميه ساسة البلاد الجدد تحفظا ومهادنة وجودا هذه الجدلية تنتزع فكرهم فكل طرف يلقي بالتهمة على الآخر بعد انتفاء الحاجة إليها كما يقولون بانتهاء الحرب على تنظيم الدولة رئيس الحكومة الأسبق حيدر لعبادي يلقي على زميله في حزب الدعوة سلفه برئاسة الحكومة نوري المالكي تهمة جلب القوات الأمريكية إلى العراق بهذه الأعداد فيؤكد أن الأمريكيين دخلوا بطلب من حكومة المالكي معتبرا أنه وسع جنسية تلك القوات وجعلها مشتركة من الدول الراغبة بمحاربة التنظيم عندما كان رئيسا للحكومة ثم عاد العبادي ليخرج الأمر من الاتهام إلى التبرير فيشير إلى أن الوجود الأمريكي قضية فنية بحتة لا يجب أن تخضع للمزايدات السياسية توقيت الحديث عن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لا يمكن فصله بأي حال عن ولاءات المتحدثين ولا المستوى التصعيدي العالي الذي وصلته علاقة واشنطن بإيران بعد تصنيف الأخير الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهذا ما دفع الكتل السياسية الموالية لإيران لعقد مشاورات على عجل لإدراج مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة ولعل هذا يفسر ما تحدثت عنه صحيفة الانديفيندد البريطانية بأن إيران تتحكم بسياسة العراق الخارجية بل وأجبرت الحكومة على استنكار قرار ترامب بشأن الحرس الإيراني الصحيفة قالت إن طهران مارست ضغوطا على حكومة عبد المهدي لشجب القرار الأمريكي مشيرة إلى أن الإيرانيين لم يكتفوا بتحذير عبد المهدي من القرار بل طالبوه بموقف واضح تجاهه وإذ اكتفى الإيرانيون حاليا باستنكار حكومي فإن مستقبلا بملامح مجهولة لحرارة الفعل الأمريكي وقوة الرد الإيراني ينتظر حكومة عبد المهدي التي قد تكون في مهب الريح إن اندلعت شرارة المعركة وهذا كله مرهون بالصدق نوايا الطرفين فيما يبدو منهما من عداء